إن كل ما صنعته البشرية وفكرت فيه واكتسبت يوجد في صفحات الكتب المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع مختارات من كتاب الإشارات الإلهية لأبي حيان التوحدي يا هذا كن ذاكرا لما قد ألقيته إليك في هذا الجزء من وصف العبارة والإشارة فإنك تجد به ما يقلك إذا نهت ويظلك إذا ضحيت ومهما لاح منك أو لاح لك فيك أو لاح لك عليك فإياك أن تسهو عن قلبه وتقليبه حتى يتبين لك ما أنت له مما أنت عليه واجعل أساسك الأثبت ودعامتك الأرسخ أن لا تكذب نفسك بالباطل ولا تكذبها في الحق واجتهد أن تخلو من أشغالك وإذا خلوت من أشغالك فاعطف على نفسك واخل بها وإذا خلوت بها فاعلم أن رقيب الحق ناظر إليك ومرفرف فوقك وأنك بعينه التي لا تنام وفي قبضته التي لا ترام وحرمه الذي لا يضام اللهم إنك جولتنا في آفاق ملكك وأنطقتنا بلسان قدرتك وأدرجتنا بضعفنا في قوتك وأسكنتنا عند مشاهدة عظمتك وحلت بيننا وبين أمرك ونهيك بسوابك عينك ومشيئتك وجمعت بيننا وبين مرارك بغالب قضائك ولازم حجتك اللهم فكما ملكتنا فارفق بنا وإذا رفقت بنا فأعتقنا وإذا أعتقتنا فاقبلنا وإذا قبلتنا فكن لنا وإذا كنت لنا فكن معنا وإذا كنت معنا فأنت أنت يا ولي الحمد اللهم إياك نقصد بآمالنا وعليك نثني بصنوف أقوالنا ورضوانك نبتغي بأعمالنا وإليك نرجع في اختلاف أحوالنا وعليك نلح في طلبنا وسؤالنا لأنك لكل راج ملاف ولكل خائف معاذ ندعوك دعاء المضطرين ونتعرض لك تعرض المعترين يا ذا الجلال والإكرام يا هذا اختلف اللغات في تصاريف أحوال فعاله وتشتتت الهمم في غرائب ما بدى من إضاحه وإشكاله حتى قال قائل وإني لأرجو قربكم ووصالكم ولكنني عما أريد بعيده إرادة مشوبة وحال مختلفة وعلامات متهمة وطمأنينة قلقة ومعرفة مدخولة ولغة عجماء وعين طموح وقول كلما رام استنار ازداد ظلامة وقلب كلما حاول خمودا ازداد احتدامة فطوبى لمن إذا طلب وجد وإذا لم يجد علل وطوبى لمن إذا فقد سلا وإذا عدم قلا بل طوبى لمن بوشر فؤاده ببرد اليقين وحلي بحلية المتقين وصين في خاصته عما عليه جميع العالمين بل طوبى لمن نفث في روعه الأمن وكفي في معاملته الغبن بل طوبى لمن إذا تنفس السعداء فذكر السعداء وإذا انتبه أبصر الضياء يا هذا أطلق عنان همتك في ميدان راحتك واستعفف في ظاهرك واستشرف في باطنك فإنك بأحدهما تكسب عزوفا وبالآخر تنال معروفا وارع حمى التوحيد وتيقن بأن راعي هذا الحمى إذا روا لم يعطش وإذا اكتسى لم يعرى وإذا استظل لم يضحو وكيف يكون ذاك وبعضه مدرج في كله وكله مدمج في بعضه على أن بعضه كل بعين الجميع وكله بعض بعين التفرقة وهذه صحيفة قد تويت منذ زمان لأن الأذهان غلظت عنه ولم يزده الإعراب إلا عجمة ولا الإنارة إلا ظلمة ولا الكشف إلا تغطية ولا التبصير إلا تعمية وهذا لأن الحق غار في هذا الوقت أن تكون أسراره مبتذلة وأسبابه منتحلة وله في كل وقت تدبير لا يحاط به ولا يطلع على غيبه يا هذا أخلص ونادي تجب واقصد توفق وانوي تعن وجرد عزيمتك عن شائنات الخلق تلبس به زائنات الحق ومهما ونيت فيه وفطرت عنه وقصرت دونه فإياك والشرك به والإفك عليه ولست أريد بالشرك شرك الجاهلين ولا بالإفك إفك المخالفين فإنك تمس بهما جميع أهل الدين وإنما أعني بهما ما خفي ولطف ولا ما ظهر وكتف فاجتهد عفاك الله أن تقل العمل لأن تحقق الإخلاص فإن من حقق الإخلاص صار من أهل الاختصاص ومن صار من أهل الاختصاص غار الحق عليه من العام والخاص يا هذا ما أعجبني وإياك أقربك إلى ما أنا بعيد منه وأكسوك ما أنا عار عنه فلو جعلت مكان دعائي لك إلى حظك إجابة مني إلى حظي كان ذلك أرفق بي وأبر بي ولكني ممتحن بالقول فإن كنت أنت أيضا ممتحنا بالسماع فقد خسرنا جميعا لأننا قد خلونا في حالتي القول والسماع مما يملأ الصاع ويسلك بنا البقاع اللهم إنا نقول ما نقول وأنت تعلم ما نقول قبل أن نقول ونعمل فتحيط به قبل أن نعمل فأنت أولنا في كل قول وعمل وآخرنا أن كل رجاء وأمل أعمالنا سيئة ولكنها تضيع في أوائل عفوك وأقوالنا كبيرة ولكنها صغيرة في أوائل استحقاقك إلهنا قد صبرنا على مرارة عشرة خلقك فلا تحرمنا حلاوة مواصلة ما يصلنا بك كادونا بسببك فحلمنا عنهم من أجلك وعادونا فيك فاحتملناهم لوجهك إلهنا ما لنا ذنب إليهم إلا ذكرنا إياك لهم ولا لنا جناية عليهم إلا أن أعززنا بك بينهم حسدونا لأن عرفناك فوصفناك واتهمونا لأن قصدناك فصدقناك إلهنا كام فما فتح باب الدعاء على أحد إلا دل على أن الله يحب أن يسمع كلامه وربما أخر الإجابة لتدوم الضراعة والويل لمن ييأس من روح الله مع سعته أو قنط من عفو الله مع اجتماله والدعاء جامع للحال والحقيقة والوجد والاستكانة والعبادة والعبارة أما الحال فإنها تربط الإنسان في محل السائلين وأما الحقيقة فإنها تروح عن قلوب الصادقين وأما الوجد فإنه يستخرج عن اليقين وأما الاستكانة فإنها تهون ما يبدو على صاحبه المسكين وأما العبادة فإنها تؤدي حق التكليف على ما ورد به الكتاب المبين وأما العبارة فإنها تقف صاحبها على مدرجة المتلطفين المترفقين وما لهج بالدعاء أحد إلا رأى في عاقبة أمره ما يسر النفس ويجر الأنس وما رفضه أحد إلا كان قاطعا للعصمة بينه وبين رب العالمين اللهم إنا لو وفينا الحياء منك حقه لم نواجهك متلوثين بلطائخ الدنيا مدلين بالقول مقلين من العمل عارين من الحقيقة ولكن على ذاك نعيذ أنفسنا من اليأس من رحمتك لأنك قد حضرت ذلك علينا ودعوتنا إلى حسن الظن بعفوك وإلى جميل عقبات في آخر أمرك اللهم فكلنا أكثر منا لأنفسنا ودافع عنا غوائلنا علينا وإذا تهتكنا فاسترنا وإذا تفرقنا فاجمعنا وإذا غفلنا فأنبهنا وإذا أعرضنا فاقبل بنا وإذا فسدنا فأصلحنا وإذا بعدنا فقربنا أنت القادر ونحن الضعفاء أنت الواجد ونحن العدماء أنت الغني ونحن الفقراء يا ذا الجلال والإكرام أيها الحيران في سعية والسكران في رعية والمتغافل عن حظه والمتجاهل بين لحظه ولفظه والمتكاسل عن خدمة ربه والمتحامل على حبه بحبه تصفح سرك بعقلك واحكم على نفسك بعدلك وتجمع عما قد تفرقت فيه وتفرق عما قد تجمعت له واستيقن أنك مرعي لا مهمل ومطلوب لا متروك ومحفوظ لا مضاع ومقيد لا مطلق وإذا وضح لك اليقين بذلك فانظر أين منك أعني ما لك فيك وما عليك بك فبهذه الموافقة الصادقة تلحق تلك المرافقة السامقة وبهذه الحركة القائمة تنال تلك البركة الدائمة فتهيأ يا هذا جهدك لقبول تحياه وكن منك على بال لعلك تغنى بعطها يا هذا وجد بالمعنى الطالي عليك الغارب فيك كالبادي منك المحيط بك الحاصل لك فإنك إذا وجدت وجد بك وإذا وجد بك جاد عليك وإذا جاد عليك أغناك وإذا أغناك نلت غاية مناك يا هذا ثق بأنك لا تفوز بقربه إلا ببعدك عن كل ما كان غيره قاطعا عنه وشاغلا دونه وتذكر في أضعاف حالاتك معارض أفعالك ومقالاتك وقل سلام على نسيم كان يصل من الحبيب إلى قلب كلا عنه كل طبيب اللهم إنا إليك نفزع وفي رياضك نردع وصوت رضاك نتوقع وثوب خدمتك نتدرع وبفنون الثناء عليك نتدرع وباب جودك وإحسانك نقرع وبرارة ما يفوتنا من فضلك الواسع بتقصيرنا نتجرع اللهم اجعل أمارة قبولك لنا ومنا وفينا أن تخرسنا إلا من ذكرك وتعمينا إلا من النظر إليك وتبعدنا إلا من النزول بفنائك وتفقرنا إلا من الفوز بعطائك وتضعفنا إلا من الظفر بأعدائك قد وجهنا أمانينا إليك ووقفنا آمالنا عليك ووحدناك كما أعلمت ومجدناك كما ألهمت وقصدنا في طلب رضوانك فيما بين ذلك فعد بفضلك علينا ونحن سائلون فقد جدت بفضلك في الأول وما كنا سائلين ومزيدا بالإحسان تمم ومن كان أهلا للكرم على عبيد خصص وعمم يا مولانا منك تعلمنا ما قلنا وبك اهتدينا فيما سألنا وإياك أملنا في قصدنا وهذا لأنك أولنا وآخرنا وغائبنا وحاضرنا ومالكنا وناصرنا وباطلنا وظاهرنا وطالعنا وغاربنا وأنت كل كلنا وحامل كلنا والفاتح باب الجود علينا والطالب لنا أن نسألك ما عندك برغبتنا ورهبتنا والعالم بضعفنا واستكانتنا والآخذ بأيدينا عند عثرتنا والسامح في ضمائرنا على كل حال نتقلب عليها فيا ولي النعم ويا محرك الهمم ويا واهب القسم ويا مذكورا بالكرم ويا معروفا عند جميع الأمم ويا موجودا على بعد وموجودا على أمم ويا مناجى بصنوف الكلم ويا معبودا على القدم ويا منشئا من العدم ويا جاعلا من شئتك العلم ويا من علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم جد علينا بنا اهدنا إلينا وأوضحنا لنا قد بلينا فجددنا ونكبنا فأناشنا وتعصرنا فسهلنا وتعقدنا فحللنا ونكرنا فعرفنا وجهلنا فعلمنا وقلقنا فسكنا واستوحشنا فآنسنا وضعبنا فقربنا وتبنا فقبلنا وضعفنا فقونا وزهبنا فرغبنا ورغبنا فزهبنا وضللنا فهدنا وخذلنا فانصرنا وهبطنا فرقنا ووقعنا فخلصنا ورقدنا فأيقضنا ورقدنا فأيقضنا وسألنا فاعطنا وقصرنا فاحتمينا إلهنا إليك سافرنا فكن غنيمتنا وعليك توكلنا فكن عصمتنا ولك ذللنا فعززنا وبك وجدنا فجد علينا وإليك اشتقنا فأوصلنا وإياك عبدنا فشرفنا وعنك حدثنا فصدقنا وإليك دعونا فأعنا وفيك تولعنا فارحمنا اللهم إنا نعوذ بك عائفين ونعوذ بك لائفين ونسألك أن ترشحنا للزلفة عندك بحسن القبول منك يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرحا فاقتنا إلى كفايتك وألبسنا جناح رأفتك واعطف علينا برحمتك ووكل أبصارنا بمواقع قدرتك وأنطق ألسنتنا عن بدائع حكمتك واستعمل جوارحنا بطاعتك وسرح أرواحنا في معادن منحتك حتى نستريح من هذا الكرب الجاثم في صدورنا حسرة على ما يفوتنا من رضوانك وتقبلك واصرف أطمعنا عن خلقك واجمعها في عطيتك بكرمك فما أجهلنا إن خالفناك بعد أن عرفناك وما أحسن حالنا إذا ذكرناك وما أقربنا منك إذا دعوناك وما أسعدنا بنجواك وما ألهجنا بذكراك وما أنعمنا في ذراك وما أجحدنا لسواك يا من هو بلا إحاطة وإدراك إلهنا إن مرضنا كان بك فاجعل شفاءنا على يدك وإن خلافنا لك كان بقضائك فاغفر لنا الآن بتفضلك وحيائك وإن زيغنا كان بعلمك بنا وحلمك عنا فاجعل تقويما الساعة بلطفك عندنا وتفضلك علينا لا نملك إلا ما ملكتنا ولا نملك أيضا ما ملكتنا إلا إذا أمددتنا وأرفدتنا لك الآلاء الجسيمة والنعماء العظيمة والأياد الكريمة والخيرات الحديثة والقديمة لاطف قلوبنا بالفيئة إليك سهل علينا في كل الأمور التوكل عليك وعرفها حسن التأني في طلب ما لديك كدها صافية من غيرك إلى بابك شها باليقين والخشية ملأها بالسكون والطمأنينة عودها الرجاء والخوف هي بيدك فقلبها كيف شئت اللهم فشأ ما يرضيك عنها وقلبها على ما تريد منها هي أوانيك فينا وأهدافك عندنا فاملأها بخالص ذكرك واملأها بالأمن من غضبك يا واحد يا ذا الجلال والإكرام يا صاحبي فيما تسمع خذ بي لما تعرف إن لم تسمع أو خذ لي ما تسمع إن لم تعرف هيهات ضاق اللفظ واتسع المعنى وانخرق المراد وتاه الوهم وحار العقل وغاب الشاهد حضر الغائب في الشاهد وتنكرت العين منظورا بها ومنظورا إليها ومنظورا فيها فكيف يمكن البيان عن قصة هذا إشكالها وأين الدواه والعلة هذا عضالها اليأس اليأس القنوط القنوط الويل الويل اللهم إلا أن يجليها لوقتها من هو أولها وآخرها وواردها وصادرها دع هذا أيضا كن رقيبك على نفسك تكون نفسك رقيبا عليك فإنكما إذا تراقبتما استغنيتما عن كل رقيب عليكما وخذ حقيقتك بالصبر فإنه ملح الحال ولا ظفر لمن لا صبر له ولا نجاة لمن لا أنات معه ثم اجتهد بعد ذلك أن تستيقظ بين النيام وتنام بين المستيقظين فإن استيقاظك بين النيام يفرغك لنفسك ونومك بين المستيقظين يرقيك لحظك اللهم إنا قد أكثرنا القول فيك ثقة بك لا جرأة عليك وافتتنا في الخبر عنك حبا لك لا اغترارا بك فقابل ثقتنا بك بالتحقيق وحبنا لك بالتصديق فنعم الرفيق أنت ونعم الشفيق وإذا قابلت ذلك بما سألناك فزدنا من فضلك ما أنت أهله وإن لم نكن نحن أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة يا هذا إن فتح عليك باب الربوبية باستيعاب العبودية ورقيت إلى الحرية بعد ذلة الرق في الخدمة شاهدت عجائب وعجائب ورأيت غرائب وغرائب فإن قلت مثل ما قيل لك وأين مثل ذلك وأين ما قربه أدناها أنك ترتعب حدائق الأمن وتشم مواضر الأزهار وتشهد العقول سائرة في هوادج الكرامات نحو الأرواح المقدسة بالطهارة وتسمع معاتبة الأحباب على شجو يسحر الألباب ويقطع دون الحق كل حجاب ويفتح كل باب اللهم إنا نعتسف هذه الطرق الوعرة ونصبر على مشاقها بالجوع والعري والوحدة لنخرج منها يوما إلى نورك الذي أضاء عالمك وفيه برز غيبك وعليك دل فعلك وإليك أشار أثرك فنسألك بهذه القدرة أن تقبلنا ولا تردنا وصينا ولا تبعدنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اصنع لنا والطف بنا وافككنا من أسرنا واجبرنا من كسرنا حولنا من عسرنا إلى يسرنا فجودك فائط وخزائنك ملأة وحكمك نافذ وملكك عظيم ورحمتك واسعة والطريق إليك رحم يا هذا تضرع إلى رب له خضعة الرقاب وعنت الوجوه وحارة العقول وحالة البصائر وله بان كل شيء وإليه انتهى كل شيء وعليه وقف الأمل وفي فنائه أنا خراجي فإنك إذا تضرعت إليه سحت سماؤه عليك واقتمر لك كل شيء واستفاد منك كل شيء إنك إن ذقت حلاوة وصاله وأويت إلى عريش كرمه لم تصبر ساعة واحدة عن ذلك النعيم الخضل واليسار الدائم والأمر القائم والبر المتصل والمراد الحاصل يا هذا إلى متى تنافس أهل الدنيا في الدعوة ثم لا تنظر إلى حالك في العقبة لما لا تسلك الطريقة المثلة ماذا يجيء من هذا التهافت وهذا الجهل كأنك ما رأيت بعينك عبره ولا حصلت لك بشيء خبرة أما تستحي أن تستخدم عقلك الذي هو أشرف منح الله عندك لشهوتك التي هي أفضح الأشياء لك يا عدو نفسه يا جانيا على روحه يا جالبا لحتفه بيده يا شاربا للسم بكأسه على علم منه ما أرداك لنفسك وما أطرحك لبدنك في عذابك ما ألهاك عن شأنك وما أقسى قلبك على موجتك وما أذهلك عن رشدك وما أركبك لمطية غيك وما أصفق وجهك في خلافك وما أصلب حدقتك لإصرارك وما أضيق عذرك عند احتجاجك واعتذارك يا هذا ليس للعبد إلا ما هو به عبد فإن جن قليلا وظن أنه رب فهناك هلاكه عد أيضا من هذا وخذ حديثي إما جملة لا تشفيك شرحة وإما تفصيلا لا ينفي عنك برحة يا هذا إنما احتجت إلى تهذيب الأخلاق لأنك معجون من عقاقير كثيرة ومركب من أبضاد متعادية وأشكال متوافية وكانت قبل كأنها أنت وكنت بها لأنها فيك فلهذا احتجت إلى ضم نشرها ولم شعفها وتألف شاردها وإصلاح فاسدها وتقويم أعوجها وإرشاد أهوجها فإذا صلحت أخلاقك حسنت آدابك وإذا حسنت آدابك شرفت هممك وإذا شرفت هممك طابت مآربك أيها السامع قد قلت ما تسمع واعظا لك بالنصيحة وناصحا لك بالموعظة وعاطفا على نفسي بفضل القول لك وفيك فإن كنت وجدت برد ذلك في صدرك وثلجا ببعض اليقين من نفسك فاتخذني صاحبا لك لعلي أجد بذلك شيئا مما وجدته ولعلي أنال به ذروا مما نلته فإن أيادي الله مختلفة المصادر والموارد ومتباينة المبادئ والعوائد وليس بضائر أن يسعدني الله بك لقبولك مني كما أسعدك بقبول ما نجع فيك من قولي ولعلي قلت ما قلت مزخرفا وقبلت ما قبلت مخلصا فرحمك الله بي أخذا بيدك ثم رحمني محسنا إلي إنما يحب أن يرفع الله درجتك على وعظك لحسن تقبلك ثم يجعلك مشفعا في وعظك إن ذلك لشرف بي وكرامة عالية ومنزلة ما مثلها منزلة أيها الصاحب المحاور والصديق المجاور كيف أتكلم والفؤاد هائم بكل واد والخاطر خال من كل حاد وهاد أم كيف أشكو والسر ظاهر باد أم بأي شيء أتعلل وكل ما أجده مردد ومعاد أم على من أعتمد وكل أحد أراه فهو لي ضد ومعاد أنفاسي متحرقة بالحسرات ودموعي مترقرقة بين النعرات والزفرات وكبدي مشتعلة على المناظر والهيئات ويقظتي جارية على الرسوم والعادات وأحلامي عارية من كل ما له حاصل وثبات ونفسي رهينة بالسيئات مفتونة بالسوانح والخطرات مغبونة عن الحسنات والصالحات الجهات دوني منسدة والوجوه أمامي مسودة إن قلت قيل هذا زور وبهتان وإن أشرت قيل هذا بور وعدوان وإن سكت قيل هذا سهو ونسيان فليت من ابتلاني بما لا طاقة ليبه رحمني بما لا غنالي عنه أو ليت من طردني عن بابه أهلني لعتابه أو ليت من جرعني مر فراقه أخطر على بالي حلاوة لقائه أو ليت من غمسني في بحر البلوة طرحني إلى ساحل المنى أو ليت من حطني عن درجات المخدمين رقاني إلى مقامات الخدم أو ليت من حرمني روح المخصوصين كفاني نوازع الندم والسدم أو ليت من نبذني وراء كل شيء من علي بشيء أو ليت من تركني هكذا سدى لم يفضحني في مجالس العداء يا هذا إنك لمراد بأمر عظيم ومرشح لسر مكتوم فالجد الجد فكأنك وقد بلغت الحد إنما هي حياة ذات أنفاس وحال دائرة بين طمأنينة ووسواس فإن أغضيت عنها آنفا منها ولم تحلم بها عائفا لها ولم تكمد عليها مستغيثا بما فوقها رفعوك إلى حظيرة القدس وتوجوك بتاج الروح والأنس إلى أنا نحن عبيدك متصرفون على إرادتك متقلبون بين مشيئتك وحكمك ترددون بين قدرتك وحكمتك آملون روادف عطفك ورحمتك معترفون بثوابغ نعمتك وإحسانك خائفون من عواقب سطوتك ونقمتك فقلب يا إلهنا رجاءنا على يأسنا وغيب خوفنا في أثناء أمننا واهتف بنا إذا سهونا وارأف بنا إذا ضعفنا وشرفنا إذا اتضعنا وأوردنا إذا ضمئنا وأوفدنا إذا طفئنا وتألفنا إذا شردنا قربنا منك إذا بعدنا عنك وصلنا بك إذا انقطعنا دونك فإنك مالك نواصين في الشهادة والغيب ومدبر أدانين وأقاصين في الروح والقرب إلهي كل ما أقوله فأنت فوقه وكل ما أدمره فأنت أعلى منه فالقول لا يأتي على حقك في نعتك وكيف نقدر على شيء من ذلك وقد ملكتنا في الأول حين خلقتنا وقدرت علينا في الثاني حين صرفتنا فالقول وإن كان فيك فهو منك والخاطر وإن كان من أجلك فهو لك من الجهل أن أصفك بغير ما وصفت به نفسك ومن سوء الأدب أن أعرفك بغير ما عرفتني به حقيقتك ومن الجرأة أن أعترض على حكمك وإن سأني كيف يكون هذا الظن صوابا والعجز مني ظاهر والقدرة منك شائعة أيهاد أسلمت لك وجهي سائلا رفدك وهجرت كل من ثنى بي إلى غيرك وكذبت كل من أي أسني من خيرك وعاديت فيك كل من أشار إلى سواك أنا أنسى ما جدت به علي في القدم حيث أنا ليس وفي العدم ثم ربيتني بين القسم والنعم ثم ألبستني قميص معرفتك ثم أهلتني لمناجاتك ثم أذنت لي في الدعاء لك ثم أمرتني بالدعاء إليك ثم رشحتني لحفظ أسرارك وأطلعتني على نجودك وأغوارك بغرائب أخبارك وأثارك إني إن نسيت هذه اللطائف وسهوت عن هذه الطرائف لممن لا خير له في حياته ولا زاد له بعد مماته اللهم إنا إن ذكرناك فبتوفيقك وإن وصفناك فبتأييدك وإن لهينا عن بعض ذلك فلنفوذ حكمك فينا وأمرك أيها الأخ الراغب في الخير والصاحب المجانب للشر انتكلفت لك وصفي ووصف زماني وزمانك وما قد دفعنا إليه في شأني وشانك كان ذلك شاغلا للوقت عما هو أولبه وأعود علينا بالجدوى منه فتعالى حتى لا نشتكي ولا نتألم ونهب أنفسنا لبلايا هذا العالم فعن قليل ننتقل إلى ما تعلم وأعلم فليس من المرؤة أن نشكو صديقا إذا قصر ولا من عزة النفس أن نجزع من عدو وإن بالغ ما أحوجنا عفاك الله إلى الإعراض عن هذه الأعراض والأمراض بالإقبال على ما فيه إعداد الزاد للمعاد فعن قليل تقف هذه المطية بالكلال فتنزل عنها إما إلى الرشد والغبطة وإما إلى البلاء والورطة فهلم أيها الإنسان حتى لننطق إلا بما فيه فائدة ولنعمل إلا ما له ثمرة وعائدة وندع الدنيا حتى تجمح بأبنائها وعشاقها ونكون نحن من عتقائها وطلقائها أيها الإنسان تنبه فقد طالت الرقدة وانتعش فقد استمررت في السقطة واستأنس فقد أفرطت في الوحشة وخذ حذرك فقد أحاطت بك الشقوة واسلك نفسك من نفسك تنجو نفسك من نفسك لنفسك فما بعد الفضيحة التي أنت عليها فضيحة ولا بعد النصيحة التي تسمعها نصيحة اللهم اغننا بتنبيهك عن تنبيه خلقك وغيبنا في مشهد رضوانك عن عبادك وأشهدنا في غيب ملكوتك كلما غاب عنا باحتجابنا عنك وأغضط أبصارنا إلا عن النظر إلى وجهك وازم خواطرنا إلا من السبوح في مراد ألوهيتك واجعل أول قولنا عندك الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور يا هذا الترجمان حاذق والرائد صادق وكل الكل عن الكل ناطق وجميع الجميع بالجميع فائق ورائق ولكن شاهد السمع غائب وآمل المنى خائب والوقت بضروب أحداثه ثابت آثب يا هذا أتاح الله لك من غيب ما لا يحلم به أملك وصرف عنك كل ما يحول بينه وبينك ولذذك بخطابه إذا نجاك ومتعك بنعمته إذا خصك وجعل ظاهرك ينطق عنه تحقيقا وباطنك يوقن به تصديقا ورقاك إلى ذروة عليات الحق فبها تصفيتك وأحكامه تتصرف فيك وأنت في خاف ذلك وباديه تشهد آلاءه شاكرا وتتقلب في أثنائها شاكرا مسلما وصابرا اللهم إني أشكو إليك شاهدا جذوعا وغائبا مقطوعا وحالا بين هذين لسنا ننفك منها نزوعا ولا نستسهل عنها رجوعا ولا نجد لأنفسنا فيها خشوعا ولا خضوعا اللهم فاجمع هذا الشمل المبدد واكفنا مؤونة هذا اللفظ المردد بالمعنى المقوم المسدد وإنما نعيد السؤال ونكرره لعلمنا بأنك القادر الممجد اللهم إنا كما نعجز عن وصفك بما أنت أهله نستحي أن نسألك ما نستحق ولولا أنك تحرق من الساكنات عند التوجه إليك وتسكن منا كل متحرك عند تعظيمك وإجلالك لما كنا نتذبذب هذا التذبذب في هذه الأحوال المختلفة ولكنا بك لأن لك ومعك لأن منك وعلى كل وجه فإليك المفزع وإلى بابك المرجع فاصرف عن حاضرنا وغائبنا خوالب الوسواس ولكنا بك لأن لك ومعك لأن منك وعلى كل وجه فإليك المفزع وإلى بابك المرجع يا هذا قطل نشري عليك مطوية هذه القصة بدروب من العبارة وصنوف من الإشارة رغبة في شعلة تبدو منك وطمعا في نجابة تنطق عنك ونظرا إلى إثارة الحق في سر يطلع عليك وأنت على طينتك جامد لا تذوب وخامد لا تلتهب وراكد لا تهب وميت لا تتحرك وباهت لا تبصر ونشوان لا تفيق وكثير لا تتوحد وكدر لا تصفو ومنقبض لا تنبسط ومدعو لا تحضر ومسؤول لا تجيب ومنصوح لا تقبل وغاد لا تروح وثاكل لا تنوح وكاتم لا تبوح يا هذا ما أشبهني بك وما أشد انخراط في سلكك وما أسفرني عن نقابك وما أسكنني في كهفك وما أطيرني بجناحك وما أفوهني بلسانك وما أحملني لثقل مثل ثقلك لكني ممتحن من باب آخر وهو أني مستنطق بما إن خالفت فيه كان دماري وإن استحكرت به كان ويلي منه هذا بعض حديثي على تقطعه وانبطاري يا هذا تزحزح عن هذا المكان قليلا حتى نتناجى بلغة أخرى ونتهادا نصح بها على طريقة هي أولى بنا وأحراه من استأذن على الله أذن له من قرع باب الله دخل كيف تنتفع بالنصيحة وأنت مقيم على الفضيحة معرفة الله رودة من رياض العقل ما أنطق الليل والنهار لو استمع إليهما وفهم عنهما الجدل في الدين مطردة لليقين الاتباع خير من الابتداع الابتداع أخطر من الاتباع النية عرق والخير شجره والعمل به ثمرته الشريعة مأدبة الله للعباد التوحيد حياة النفس المعرفة الفوز بالقدس من تبع هواه فقد عبد غير الله أكرم نفسك ما أعنتك على طاعة الله أهم نفسك ما عفتك عن خدمة الله الويل لمن ضاقت رحمة الله مع سعتها عنه لك من الله نسب أصح من نسبتك إلى أبيك فاحفظه فإنه ينفعك إذا ضللت عن حكمة الله فقف عند قدرة الله فإنه إن فاتك من حكمته ما يشفيك فلن يفوتك من قدرته ما يكفيك سق عقلك إلى ملكوت الله ولا تقحمه في جبروت الله إذا استأثر الله بشيء فله عنه إذا تلتخت بعار أنت بين هاد يقودك وحاد يسوقك ليس للغواية غاية تقف دونها جهدك لا تحكم على نفسك إذا غبنتك ولا تبغضها إذا أرشدتك ربك يحسن اختياره لك فلا تتعرض أنت لفناء الأبد بسوء اختيارك لنفسك من انقطع إلى غير الله وكله الله إليه من صلح مع الله لم يفسد مع غيره من سالم الله سلم أصدق الكلام كلام الله كيف ينجو من الله طالبه كيف يضيع مع الله كافله ما أقرب العبد من الله إن فطن لما فيه لله عندك وديع فاحفظها وتوسل إليه بها اللهم إنا قد أكثرنا القول فيك ثقة بك لا جرأة عليك وافتتنا في الخبر عنك حبا لك لا اغترارا بك فقابل ثقتنا بك بالتحقيق وحبنا لك بالتصديق فنعم الرفيق أنت ونعم الشفيق وإذا قابلت ذلك بما سألناك فزدنا من فضلك ما أنت أهله وإن لم نكن نحن أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين أيها السامع ليس كل من رقد حلم بما يريد ولا كل من مد يده نال ما يطلب ولا كل من ادعى سلم له دعواه ولا كل من دعى أجيل ولا كل من قرع الباب دخل ولا كل من استرق السمع سلم ولا كل من استعفى أعفي ولا كل من قال بدى لي ترك ولا كل من استرحم رحم ولا كل من تعرض استخدم ولا كل من سأل حرم ولا كل من ألحى فأعطي ولا كل من بكى أرضي ولا كل من خطب زوج ولا كل من ملك توج ولا كل من رجى أدرك ولا كل من منع خاب ولا كل من قدم فقد أكرم ولا كل من أخر فقد أهين ولا كل من سبح غرق ولا كل من خوف فرق ولا كل من أومن اطمئن ولا كل من توسل قبل ولا كل من التمس نوّل فلا العلم باختلاف الأحوال نافع ولا الجهل به ضار بل ربما ضر العلم وربما نفع الجهل وربما بعد الداني وربما قرب النائي فليس لشيء مما تراه عينك منهاج ولا لذي لب به سرور وابتهاج وهذا كله لقدرة صادرة عن غيب مشيئة ولمشيئة نافذة واردة على شهادة قدرة ولحكمة خافية في آفاق المملكة وأحكام جارية على أصناف الخليقة وأسرار مجهولة عند البحث والحقيقة والأقوال في وصف تشاكلها وتباينها مختلفة فلا جرم قرر ولا صحيح إلا وهو عليل ولا قريب إلا وهو بعيد ولا هين إلا وهو شديد ولا عالم إلا وهو جاهل ولا عاقل إلا وهو ذاهل ولا آمن إلا وهو واهل خبر والله طريف وحديث والله عنيف الفكر فيه يورث الوسواس في الصدور والسكون عنه يصد عن الجواز والعبور والسؤال عنه يحمل على التهمة والجواب عنه يزيد في الحيرة فهل رأيت قولا كلما بان غمض وهل رأيت عرقا كلما سكن نبض فهل رأيت نارا كلما أطفئت اشتعلت وهل رأيت كذدا كلما بلت جفت وهل رأيت سقما كلما عولج أعضل وهل رأيت بيانا كلما وضح أشكل وهل رأيت مطلوبا كلما دنى بعض وهل رأيت صدأا كلما جل يزاد وهل رأيت شيئا كلما كون فسب وهل رأيت فتقا كلما رتق التسع وهل رأيت مهجرا كلما استظل أضحى وهل رأيت وضعا كلما استقام عكس وهل رأيت أمرا كلما استمر قعس هيهات غر امرؤ منته نفس أن تدوم له السلامة أيها الصديق بالسمة المخلص بالدعوة اسمع هذه البنابل فإنها والله مخرجة لكل صدور وإن كان مشروحة ومطردة لكل صبر وإن كان ممدوحة وإذا سمعت فتعجب وإذا تعجبت فتعجب بعد التعجب فوحق الحق إن السر فيها لمكتوم وإن الغيب فيها لمعلوم وإن الظاهر منها لمفهوم وإن الباطن فيها لموهوم هكذا وقع الخداع وعلى هذا تحير الطباع كتبت إليكم يا أحباب قلبي ووراد شربي وطلاب قربي كتبت إليكم وشوق يعصر الدموع إليكم وبال متحرك عند تمني عطفكم وليل يتباهى في مراعاة طيفكم ونهار متعب في توقع لطفكم فقولوا لي الآن كيف التلاقي والمزار بعيد أم كيف التواصل والرقباء أسود أم كيف العزاء والفؤاد عميد أم كيف الصبر والبلاء ممدود أم كيف التوجه والطريق مسدود فسكيا لعيش مضى نظيرا في ظلال صحبتكم يا هذا إن عدو الله لا يرضى منك إلا بالبعد عن باب الله وإلا بالخزي والهوان من ثواب الله وإلا بالمقت والخسران عند ملائكة الله وإلا بسواد الوجه عند أولياء الله يا هذا لو علمت ما قد نزل بك وما صب على همتك وما أحاط من شقائك لملأت الدنيا صراخا على نفسك وسألت النواحين أن يساعدوك بالبكاء على مفاتك أي مصيبة أعظم من مصيبتك وأي بلاء أعظم مما قد استولى عليك قلب لا يهب فيه نسيم الوجد وفكر لا ينتهي إلى تمييز الباطل من الحق وعين لا تترقرق بالدمع على الخد ورأي لا يصح في الوقوف عند الحد ونفس لا تبالي بالهجران والصد ونصيحة لا تقبل على ما فيها من الخير والرشد وصديق لا يشتك إليه من شيء من هذا العناء والكد صاحب لا يشاور فيما أشكل من هذه الحال في القبول والرد يا هذا فتنت بهذه الزينة الحائلة وذهبت مع هذه العاجلة الزائلة فلا نجوع لقول فيك ولا أثر لفلاح منك فاسكب الآن دموعك على هذه الحال التي قد حصلت عليها وشق عليك النزوع عنها فإن الدموع المنحدرة على هذه الخدود النظرة شفاء للأكباد المحترقة بالندامة والأسف ألا ترى كيف يقول الأول لعل انحضار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نجي البلابلي يا هذا قد كان القوم أناخ عندك وسألوك الرحيل معهم وبذلوا لك المعونة جهدهم وقدموا لك راحلتهم ووعدوك أن يبلغوك غايتهم ورفقوا بك وبجميع ما كان عندهم ثم خوفوك الوحشة بعدهم والندم على ما يفوتك منهم فأبيت وتوانيت وجمحت وتغيت وتعديت وبغيت وتفردت برأيك وظننت ظنونا كلها عليك فلما حفت الحقيقة وجاءت المصدوقة أخذت تلوك لسانك بالويل وتحك عينك بالإصبع وتقول لا حسرتي على ما فردت في جنب الله هيهات هيهات والله لتصيرن الحسرة على صدرك جمرة من النار تتوقد بالليل والنهار إلا أن يقضي الله فيك فما أنت أهله فإليه المصير يا هذا هون عليك هون عليك وكن بربك واثقا فأخذ توكل شأنه التهوين طرح الأذى عن نفسه في رزقه لما تيقن أنه مضمون موسيقى يا هذا الحق أحق أن يتبع خير الأدوية ما نجع خير الكلام ما نفع خير الإخوان من ردع يا هذا كيف أصف لك احتراقك في حالك وتقلبك في صروف زمانك وخمولك بين خلطائك وكسادك وكسادك عند العارفين بك فلا تكونن عفاك الله الذي وصفه الأول حينما قالوا أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرة وما أحسن ما قال الآخر حتى متى يسترقني الطمع وليس لي في الكفاف متسع ما أوسع الصبر والقناعة للناس جميعا لو أنهم سمعوا أما المنايا فغير غافلة لكل حي من كأسها جرع اللهم إنا نسألك أن تقطع مطامعنا عن عبادك بالثقة بموعودك وتكف استشرافنا لخلقك بالرضى لمقدورك وتجعلنا من خاصتك وتأذن لنا في وصفك ووصف ما ظهر بإرادتك وتحول بيننا وبين الالتفات إلى ما سواك بالإقبال على ما يزلفنا عندك يا هذا لو ذقت حلاوة عيشك مع ربك لعلمت أن كل ما عداها باطل ولو أشرفت على النعيم الذي أعده لخدمه لأيقنت أن كل شيء بعده زائل ولو علمنا إلى ما ننتسب لذهب الفخر بنا كلما ذهب إلهنا نسألك بفضلك ورحمتك أن تسمح لنا وتسامحنا حتى ننتهي إلى ردوانك وإلى غفرانك على أننا لا ننال ردوانك إلا بغفرانك ولنملك غفرانك إلا بردوانك يا أعز من دعي وأكرم من أجاب يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا غائب يا حاضر يا جابر يا كاسر يا شاكر يا هادي يا ناصر يا قوي يا قادر يا صادر يا الله أسألك لطائف وغرائب لطفك حتى نجول في أكناف مملكتك متطلبين لمراضيك موحدين لك عارفين بك قارين معك قانتين لك متوجهين نحوك نازلين في خطتك جانين من ثمار كلامك واجدين غيب ربوبيتك اللهم إنك أنت مفجر عيون القلوب وأنت المطهر لما في العيون وأنت الواهب لما تشح به النفوس إلهنا إنا نقول ما نقول عن عي وحصر ونحمل ما نحمل على قدر الوسع والطاقة فاجبر كل نقيصة لنا وارفع كل خسيسة منا وأيدنا منصرين وانصرنا مؤيدين وعلمنا اسمك الأعظم حتى ندعوك به ممجدين ونتقرب إليك به مقدسين يا ذا الجلال والإكرام إنك رؤوف بالعباد يا هذا كم تعذبني وتؤذيني وتحجبني عن مصالح شؤوني بشرح فتوني وفنوني والله ما تحل لك ليس هذا من حق الصحبة ولا من ذمام العشرة ولا من حسن العهد في الصداقة أبقي علي لي وإلا فأبقني لك اللهم لا تؤخذني بإقبال على خلقك وبمسألتي إياهم على ما هو عتيد عندك وبتواضعي لهم فيما أجده حاصلا قبلك فإنما ذلك فزع مني إلى كل من ادعاك وتحلى بحبك وانتمى إلى خدمتك وبفضل حبي لك أحب كل محب لك ولفرط وجدي بك أجد بكل واحد بك أنت المطلع على خبأ الضمير والمحيط بكل مستور والمصاف كل من صافاك والموالي كل من والاك لك الفضل في الثاني لأن لك الفضل في الأول وأنت الموجود في كل زمان والصاحب لكل إنسان لا تخفى عنك ذرة ولا تفوتك خطرة لك الآلاء الخفية والأياذ الجليلة والآثار المكشوفة والأخبار المعروفة والأنفاس عليك تتحرق والجباه من أجلك تتعرق والعيون إليك بالشوق تترقرق لك مع كل روح روح وفي كل قلب تقلب وعلى كل فؤاد رقيب طلبت فلم توجد ووجدت فلم تعرف وعرفت فلم توصف ووصفت فلم تلحق وشهدت فلم تدرك وكيف لا تكون كذا وفوق ذا ونحن لنحيط ببعض خلقك على خواف ما نظن فيه من حكمتك وبواد ما ظهر عليه من قدرتك وإذا كان عجزنا عن ذلك يفضحنا عندنا ويردنا علينا ويوارينا فينا ويخجلنا منا ويعكسنا إلينا فما قولنا فيما خلى ذلك مما لا نحسه بمشاعرنا ولا نلحقه ببصائرنا على أن مشاعرنا بك تحس وبصائرنا بك تلحق وكلنا لك وإن كنت أعرتنا ذلك وكلنا بك وإن كنا مفترين بذلك وليتنا بأمرك ونهيك ثم وليتنا بعلمك وإرادتك فعلينا أن نؤدي ما تقدمت به إلينا وليس لنا أن نعترض عليك فيما تفردت به دوننا لأنك مالك قليلنا وكثيرنا ومصرف أولنا وآخرنا والحاكم بما تراه فينا مما سأنا وسرنا يا أحكم الحاكمين ويا أرحم الراحمين إلهنا إنا لنمل من مواجهتك ولا نروى من مناجاتك ولا نسلو عن حبنا لك ولا ننسى أبدا ما توالى علينا من نعمتك فنحن نذكرك سرا وجهرا وحلما وانتباه وعلى كل حال تلونت بنا وفي كل مكان تغير علينا إليك نمتسب ورضاك نكتسب وأرواحنا في طلب ذاك نحتسب فصلنا بتوفيقك ولا تعرنا من إحسانك ولا تحوجنا إلى أحد من عبادك يا من إذا أغنى أقنى وإذا أقنى أبقى وإذا أعطى أسنى يا ذا الجلال والإكرام يا هذا لك أحوال في يقظتك ومنامك وحركتك وسكونك وغضبك ورضاك وأخذك وعطائك ووحدتك ولقائك وحرصك وعفافك وقبضك وبسطك وعلمك وجهلك وريائك وإخلاصك فاجتهد أن تكون في يقظتك ومنامك ناظرا إلى الله بالخشية والحياء وفي حركتك وسكونك أن تكون وازنا لها بالعدالة التي تحفظ عليك مالك وتنفي عنك ما ليس هو لك وفي غضبك ورضاك أن تكون ثابتا على سنى لا يزدهيك الرضا ولا يستغرقك الغضب وفي أخذك وعطائك أن تكون حاضر الذهن متوقيا من الغلط لك وعليك وفي وحدتك ولقائك جامعا لمالك في قضاء الحق عنك وتغافلك عن قضاء الحق لك وفي حرصك وعفافك متحاجزا عن كل ما يشينك وفي قبضك وبسطك على ما سلف القول في نظائره معك وفي علمك وجهلك مستسلما لمن هو أولى بك منك وفي ريائك وإخلاصك آويا إلى مالك زمانك وخطامك إلهنا ما أعجب أسرارك فينا بل ما أعجب شواهدك علينا بل ما أعجب جملتنا في تفصيلنا بل ما أعجب تفصيلنا في جملتنا كلفتنا معرفتك وحجبتنا عن كنه حقيقتك شوقتنا إليك ثم سددت طريقنا فوحقك لا برحنا ولا سنحنا ولا هدأنا ولا سكننا حتى نصل إليك ونقف بين يديك ونقول بما لديك وننظر إلى وجهك الكريم نظرا يوجب لنا رضاك عنا وإقبالك علينا ونسمع كلمتك العليا أوليائي إنما أتعبتكم لتستريحوا وإنما أشقيتكم لتسعدوا سر فيكم غريب وشأني معكم عجيب فاستبشروا الآن والسلام سألتني رفق الله بك وعطف على قلبك أن أذكر لك الغريبة ومحنة وأصف لك الغربة وعجائبها وأمر في أضعاف ذلك بأسرار لطيفة ومعان شريفة إما معرضا وإما مصرحا وإما مبعدا وإما مقربا فكان علي أن أجيبك إلى ذلك ثم إني وجدت في حالي شاغلا عنك وحائلا دونك ومفرقا بيني وبينك وكيف أخفض الكلام الآن وأرفع وما الذي أقول وأصنع وبماذا أصبر وعلى ماذا أجزع وعلى العلات التي وصفتها والقوارف التي سترتها أقول إن الغريبة بحيث ما حطت ركائبه ذليل ويد الغريب قصيرة ولسانه أبدا كليل والناس ينصر بعضهم بعضا وناصره قليل يا هذا ألك رب غير الله ألك مولا سواه هل رأيت الخير قط إلا منه هل هدأت قط إلا معه هل وصل إليك بر إلا عنه هل كان لك قوام إلا بقدرته هل كان لك انغماس إلا في نعمته هل كان لك مدار إلا على مشيئته هل كان لك رجاء إلا في رحمته هل كان لك نجاة إلا بعصمته هل كان لك رسم إلا بجوده وسعته هل كان لك اسم إلا بتسميته هل كان بك غنى إلا عن نصرته هل كان لك استقلال بغير كفايته هل كان لك مخرج من ولايته هل كان لك بيان عن إلهيته لا والله أين أنت بالنسبة التي لك منك إلى ذرة من خلقه لو شاء لأبرز منها ما يحار فيه بصرك ويتبدد عليه عقلك ويضمح لدونه كلك وبعضك ويبيد عنده شاهدك ورسمك إلزم عفاك الله حدك وطالب نفسك لله بما له عندك وحرص على أن تكون عبدا حقا فإنه إن وجدك عبدا حقا لم يرض لك حتى يجعلك ملكا حقا هذا سره فيك ومراده لك فافطن ودع الكسل واطمأمن اللهم إنا بك فلا تلهنا عنك ولك فلا تسلط علينا غيرك وإليك فلا تصرف وجوهنا دونك إياك نرجو ونخاف وسواك نكره ونعاف وإليك نسعى حافدين وجنابك نرعى وافدين ونعماك ننشر على الأقربين والأبعدين وبحقك نتهادى بين المريدين والعارفين وفيك نتحير والهين دالهين وفيك نرغب الزاهدين الشاكين ورحمتك نرجو محتاجين مفتقرين وعن ربوبيتك ننكر واجدين مرجين وبصحبتك نفتخر بهجين وفرحين يا هذا أنت ربما فضلت حمارا على حمار وبغلا على بغل وفرسا على فرس وهرة على هرة وكذلك الحيوان كله فلما لا تفضل إنسانا على إنسان وإذا فضلت إنسانا على إنسان فلما لا تفضله بالفضائل والأخلاق والعادات والأفعال ولكن تفضله بالدراهم والدنانير والثياب والضياع والغاشية والحاشية إنك إذا لمن الظالمين لأنك قد جهلت الفاضل من يكون والفضل ماذا يكون إن كنت لم تجهل الفاضل ولا الفضل فكن الفاضل واكتسب الفضل فليس بين العلم والعمل سور وإن كان سور فليس من حديد وإن كان من حديد فالحديد أيضا يعالج بما يلين به ويستجيب له يا هذا صارف نفسك في أنفاسها وفي خواطرها فإن لم تقدر ففي نياتها وعزماتها فإن لم تقدر ففي مقاصدها ومراصدها فإن لم تفعل ففي أفعالها واختياراتها فإن لم تقدر ففي أبدالها وفيما يقوم مقامها ما أغرب هذه الإشارة وما ألخص هذه العبارة ولكن أين الذين يدورون ويحضرون فيسمعون بل أين الذين يسمعون فيعقلون بل أين الذين يعقلون ويحصلون ما يعقلون فكم كلمة عقلت ولكنها من ذلك شردت فطالت عليها الحسرة والندمة إن الكلمة تطلب مقرها الموافقة لها فإذا صادفت سكنت وإذا لم تصادف جالت في أفاق النفوس دائبة إلى أن تجد مكانها اللائق بها وإذا نطق بها من لا ينتفع بها فذك أيضا لتبرؤها عن صدر ناطق وقلة رضاها به وقلقها إلى غيره زاغت الأبصار حين سرحت نحوك وارتدت خاسئة حين رامتك وحارت الألباب حين فحصت عنك وانكفأت على أعقابها فرقة منك إلهنا فإن لم يكن محالا من أحد هذين الوجهين فجد علينا بذلك وإن لديك شاكرون وله مستحكون وإن كان محالا فنحن أعلم بك من أن نسألك المحال ونطلب ما لا يجوز أن يطلق فأبرد أكبادنا من حر الشوق إلى ذلك بالقناعة والتسليم حين نتثبت لك على الصراط المستقيم راضين بما قسمت شاكرين لما وهبت متقبلين لما تفضلت مفوضين إليك راغبين فيك عالمين بأنك المنعم الأول والمحسن الأفضل اللهم احذف عن ألسنتنا فضول القول معك خاصة في وقت مسألتك واجعل هيبتنا لك بقدر توكلنا عليك ولا تجعل بعض أقويلنا وباله إلا ما أنت أولى به يا ذا الجلال والإكرام إلهنا كيف نطلبك وأنت قبل الطلب موجود أم كيف نجدك وأنت بعد الطلب مفقود لست مفقودا بالعين ولكنك مفقود عن العين ولست موجودا بالعقل ولكنك موجود للعقل وليس يلتبس أمرك إلا من حجبته عنك ولم تؤهله لمعرفتك ولا رأيته مستحقا بالإشارة إليك إلهنا بحرمة هذه السابقة منك إلينا إلا ألحقتنا بعصابة الأتقياء عندك وحشرتنا في زمرة الأولياء قبلك وخصصتنا بعد هذا وهذا بما لا نحسن أن نتمناه ولا نجسر على أن نتخطى يا هذا جرد عزيمتك في تطرية ذهنك وتطهير نفسك وتقضية عينك وتنقية قلبك وتحلية روحك وتوقية بعضك وترقية كلك فإنك مطالب بعد قليل بأن تناجي ربك بلا واسطة بينه وبينك فانظر كيف تكون في هيئتك وحجتك ومعذرتك ومكانتك وانبساطك واحتشامك فلا تجعل التقصير ديدنا لك فليس كل وقت يحتمل ذلك واحذر نفسك وحذرها منك فإنك إذا ضممت حذرك إلى تحذيرك نصحتك وثبتت لك هذا منتهى قولي لك في هذا الجزء فاسعد أبقاك الله بما أمرتك بذلك وبما نهيتك عنه من أجله والسلام اللهم إن بحرك إذا اضطرب موجه وهال الواقف منه على الساحل فكيف من هو في وسطه يترنح به الموج وتتهداه الريح اللهم فسلمنا كيف مشت واهدنا للتي هي أقوم عندك وأرشد لديك فاحفظنا إذا قلنا فإنما نقول لك ولوجهك وألهمنا إذا سكتنا فإنما نسكت من أجلك ولعظمتك وإذا كنت لا في حالتي القول والسكوت أمنا بعدهما بعفوك أن نزل أو نضل يا ذا الجلال والإكرام يا هذا هذا لسان التصوف والتصوف اسم يجمع أنواعا من الإشارة وضروبا من العبارة وجملته التذلل للحق بالتعزز على الحق يا هذا أفدي والله عينا باتت تدمع من خشية الله بل أفدي والله نفسا باتت كنت وجدا على أولياء الله بل أفدي والله نعمة أديت بها حقوق الله بل أفدي والله عقلا اشتاق إلى موعود الله بل أفدي والله الحديث عن الله والحياة مع الله بل أفدي والله خاطرا يسنح مبشرا بذكر الله اللهم أهب لنا حال القائل ما إن تنفست إلا خطرت أنت ببالي ولا رميت بطرفي إلا وكنت خيالي وما ذكرتك إلا وجدت وجدا بدالي اللهم واكونا بعزيمة الرجعين إلى بابك وبيض وجوهنا عند مناجاتك واغمرنا بمواد مواهبك ومنحك وآونا إلى كنف أمنك بالأمن منك وأمطر علينا سحائب جودك وعطفك ووفقنا لأقصد السبيل إليك وخفف علينا في كل الأمور التوكل عليك ولا توالنا بالنعم استدراجا ولا تمهلنا بالتطاول احتجاجا وجد علينا إذا صدر الناس أشتاة إليك وكلنا كلنا وعليك طرحنا كلنا يا من هو أرحم بنا منا أنظر لنا من أنفسنا وألطف بنا من آبائنا وأمهاتنا اللهم إني أسألك الحمد والرضى عنك والسكون إليك والثقة بك والقرار معك فإن في الحمد لك زيادة وفي الرضى عنك قربة وفي السكون إليك توكلا وفي الثقة بك إخلاصا وفي القرار معك مصافا فأجرنا من عيب يمص النفس صباح مساء وأعذنا من كل ما لا طاقة لنا به في ظلام وضياب واصرفنا عن كل سمعة ورياء واكشف عنا كل بلاء وعناء وعممنا بكل عطاء وحباب واخصصنا بكل ولاء وآلاء وحل بيننا وبيننا حتى نكون لك على الصفاء والنقاء بعد الفناء في دار البقاء فإن الحيلولة بيننا تصفي صفاتنا وتطيب حياتنا وتكفر تحياتنا وتدنينا من فنائك وتؤهلنا لنعمك وعطائك وتصل بيننا وبينك بلطفك وترسمنا في زمرة أوليائك وأصفيائك موسيقى أيها المسترق للسمع المتوالي في هذا الجمع إذا سمعتني أدعو الله فثق بحسن ظني به وإذا رأيتني أدعوك إليه فثق بخالص نصح لك وإذا وجدتني أذكر الله فاعلم أني أريد التقرب إليه وإذا صادفتني أصف الشوق فتيقن أني أريد بك أخذ العتاد والأهبة وإذا لحقتني أشير إلى المحبة فاعلم أني أحرضك على المواصلة وإذا رأيتني أعيب الدنيا فاعلم أني أريد أن أصرف عنها نظرك أما سمعت الحكيم كيف يقول إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى ففكرت في الدنيا وجدتها فإذا جميع جديدها يبلى وإذا جميع أمورها عقب بين البرية قل ما تبقى يا هذا إذا وجدت طبيبا يجمع لك بين الحذق والنصح فارفع إليه دائك وأعرض عليه علتك واصدقه عما تقدم من غيبك في مطعمك ومشربك حتى يصدقك عنك ويخبرك ننك ويتلافاك لك ويسقيك ما ينفعك ويحميك ما يضرك هذا إن كنت تحس بدائك وتحن إلى شفائك يا هذا ما أجنحك عن كل حظ لك في مسرتك وما أجمحك على كل حال هي عليك في مضرتك فيا أيها الساعي على نفسه بحتفه إلى متى تغطر وأنت تظن أنك غير مغطر إلى متى تدبر وأنت عندك أنك مقبل وإلى متى تصم وأنت في حسبانك أنك تسمع وإلى متى تعمى وفي تقديرك أنك مبصر وإلى متى تحسب أنك رابح وأنت عين الخاسر تقول خذ يومك وانتهز لذتك وبادر ساعتك ونل إلى إرادتك وابلغ آخر ما في نفسك فإنك ميت على قليل وهالك في أول الرعيل صدقت يا جاهل في وقتك فالآن وجب النظر فيما بعد هذا الحديث أرجع فأقول لعل عذرك مقبول فإن النفس أمارة بالسوء والشياطين مستحوذة بالكيد وقرين السوء متصلت قد تجشمت لك متبرعا هذه النصائح فتجشم لنفسك متسرعا إلى القبول فإنك بذلك أحظى مني ودعنك الهوينة فإنها مضحضة لكل قدم ومعثرة لكل خابط ومهوات لكل جهول ولا يغرنك ما يواتيك من حضوذك التي يغبطك عليها بني الدنيا فإن ذلك إلى الضمحلال فاجتهد في استبانة أمرك وتعرف خاصة ما يعنيك يا هذا طهر نفسك من الحرقة على فائت الدنيا وقدس نفسك من الأسف على ما لم ترزق في الأولى وتطامن لحكم الحق وإن شق عليك فإن ذلك أنهض بك وأشد لاستقلالك وأنظم بدد همك في سلك نزهتك وانثر عن كاهلك كل ما أثقلك في مقصدك وكن لنفسك بنفسك تجد أنسك في أنسك وإياك ولو فإنها مزلقة وإياك ولعل فإنها مغلقة وإياك والتمني فإنه مقلقة وإياك والهوى فإنه معلقة وإياك والتهمة فإنها مغرقة وعليك بالفكر الصحيح والرأي الصريح والصاحب النصيح يا هذا مداراتي لك مدارات لنفسي دعائي لك استكانة مني تأمل مخزون قول بعض العارفين إنه قد هتف بشأن عظيم عن محل في أعلى عليين قال إذا رأيت الله عز وجل يؤنسك بذكره ويوحشك من خلقه فقد أرادك وإذا رأيته يؤنسك بخلقه ويوحشك من ذكره فقد طردك وقال آخر يا تجار الآخرة أبشروا بالأرباح الفاخرة لا تمهر الدنيا دينك فإن من مهر الدنيا دينه زفت إليه بالندم والسقم والألم يا هذا الحركة في نوع السكون والسكون في هيئة الحركة وأنت بينهما مطحون على رفق وليل وليس لك عنهما منفرج ولا إلى غيرهما منعرج فخذ بخطام نفسك إلى غايتك فلا شفيق لك ولا رفيق يا هذا ارفع طرفك أجل فكرك أطل اعتبارك أصدق نفسك أعبد ربك أطع نصيحتك طهر سرك أرقب رسولك أصلح فاسدك ألمم شعثك جدد خلقك جرد نيتك هاجر إلى مولاك عادي شيطانك أجب داعيك إرع راعيك قدم زادك كثر عتادك ثبت أياديك كثف غطاءك افهم وتفهم واعلم وتعلم وبين وتبين اللهم صل التوفيق بقولنا والتصديق بعملنا والتحقيق بقلوبنا ولا تكلنا إلى حولنا وقوتنا ولا تحل بيننا وبين ما يقربنا منك ويدنينا من بابك ويجيرنا من عذابك ويهدي إلينا رضوانك ويفيد علينا غفرانك اللهم إنا قد بذلنا دون طاقتنا في طلب ما عندك فهب لنا تأييدا منك حتى نستنفدها في حيازة رضاك فإنك إن وكلتنا إلينا عجزنا وإن تركتنا علينا تحيرنا وإن كنت لنا فيما بينك وبيننا فزنا سبحانك كيف لا نشهدك في كلنا وبعضنا وأنت المحيط جل شأنك عند كل شأن ودق سرك عن الإسرار والإعلان وغنيت عن أن تعرف بدليل وبرهان يا هذا إن فهمت هذه اللغة من هذا الديوان فقد فزت بما تريد لأنك لا تصغي إلا إلى ناطق ولا تقع إلا على شاهد ولا تقترن إلا بمفسح ولا تستنيم إلا إلى مرشد وعند ذلك تتحول وحشتك أنسا وتزول دهشتك رأسا وتتبرأ من كل ليت ولو وكيف وأين وعسا يا هذا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فلما تعبد هواك وتذل لشهوتك وتتحمل الأذى في البلوة في حظ ساعة تبقى عليك تبعاته وتنأى عنك لذاته أما سمعت بعض الدعاة إلى الله كيف قال في أمثاله وموعبه لو كانت الدنيا من ذهب فان والآخرة من خزف باق لكان ينبغي أن يرغب عن الأولى ويزهد فيها وتطلب الأخرى ويرغب فيها فكيف والأمر على العكس بغير شك ولا لبس إن الدنيا من خزف فان والآخرة من ذهب باق أشهد أن أمرا يعوق عقولنا عن هذه الغاية التي قد جلت عن الخبر وبادت على العيان العجيب وأن سببا أورفنا هذا الجهل لغريب وأشهد أن حكم الله نافذ وقضاءه ماض وإرادته سابقة ومشيئته معينة وعلمه خاف وأن الخلق على تلك المناهج يصعدون ويتحذرون وإلى تلك المعارج يعرجون وينقلبون فطوبى لمن سبقت له منا الحسنى فسلك الطريقة المثلى في هذه الحياة الدنيا ثم ارتفع إلى الدرجة العليا واختلط بالملأ الأعلى غير معرج على ما تركها هنا وخلف بسروره بما وجد هناك مما قدم وأسلف فقد نظرت عفاك الله ونظرنا وعرفت وعرفنا وبان لك كما بان لنا أنما دار الأمر منا والأخذ بالأحوط عندنا إنما هو في اللياذ بالله والفزع إلى الله والاستسلام لله والتصرف بين يدي الله وبخلع الحول والقوة إلا بالله يا هذا أتدري ما علامة التقوى العلامة أن ترى نفسك يوم العيد ذليلة بشكر لهجة بالذكر مستبسلة بالصبر خاضعة بالتوجه متواضعة بالتنزه متبدلة بالتوبة مقلعة عن الحوبة راغبة في ذخائر الحق والصادقين من الخلق اللهم إنك إن طرتنا عن بابك فبذنوبنا التي هتكنا بها سطر حرماتك وإن قبلتنا على هناتنا فبكرمك الذي لم نزل نتوقعه منك وإن لم تطردنا ولم تقبلنا استهانة بنا وازدراء لنا وقحنا وجوهنا وأطلقنا ألسنتنا وقلنا على من تردنا ونحن عبيدك وإلى من تكلنا ونحن خلقك تولنا كيف شئ صاخطا وراضيا فقد استسلمنا وسلمنا وقد علمنا يا إلهنا أنك لا تعاملنا بعد هذا الانقياد والاستخذاء إلا بما أنت أهله في الجود والكرم والإحسان الذي سبقت به إلينا في القدم وكيف نيأس من روحك أو نقنط من رحمتك بعدما أهلتنا لمواجهتك وأذنت لنا في مشافهتك حتى وجدناك بما عرفناك ثم سألناك على ما وعدناك فكن لنا عند هذا الظن فإنك عند ظن عبدك اللهم إنا رضينا في الأول عن أنفسنا على مذهب المغترين وسخطنا في الثاني عليها على طريقة المستبصرين فقبلنا على ذلك بما يحفظنا لك ويحظينا لديك اللهم إن وسائلنا إليك وذرائعنا لديك إلى إخلاص معرفتك وحسن الثقة بك وفرط الاستسلام لك وجميل الثناء عليك ولطيف النجوة معك وشريف العبارة عليك وغريب الإشرارة نحوك فنسألك بفضلك وجودك وكرمك ومجدك ألا ترد وسائلنا ولا تهين ذرائعنا فإنها صدرت من قلوب محشود